السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في شرح جديد. ان شاء الله في هذا الشرح سنتعرف من خلاله اه كيف يمكنك الحصول على بطارية اليوتيوم مثل هذه كما تلاحظون. بطارية اصلية وبشكل مجاني. نعم شبه مجاني ولكن اللي نقول يعني بشكل مجاني نظرا لقوة هذه البطاريات وكفاءة هذه البطاريات. وكذلك جودتها وفاية بطارية اصلية بالمقارنة مع البطاريات التي ستشتريها جديدة. فهذه البطارية كما تلاحظ فهي اصلية. اه من شركة سامسونج. كذلك لدينا بطارية اخرى من شركة الجي. هذه سامسونج ايضا. ولكن بطارية الجي مثل هذه. فهي بطارية اصلية اخواني الكرام كما تلاحظون. يعني بطارية فهي اصلية. وعند يعني من الصعب ان تجد مثل هذه البطارية يعني جديدة. حتى وان وجدتها ستجدها بتمن يعني مرتفع جدا. كل هذه البطارية اقوم بتجميعها. ولدي الكثير منها. وهي بطارية اصلية وبامبرها لاخواني الكرام. فسنتعرف على طريقة الحصول عليها. اه بطريقة يعني اه سهلة وبسيطة وبتمان رخيص. يعني نصف دولار يمكنك شراء به ست بطارية. للحصول على هذه البطارية اخواني الكرام فكل ما عليك هو فعله. وتقوم بشراء بطارية حاسوب قديمة. فكما تلاحظون هذه بطارية حاسوب قديمة. اشتريتهم يعني اثنان بطاريات بدولار واحد. اي مايو هذه الدولار واحد عشرة درعين مغربية. فصراحة تمن رخيص جدا بالمقارنة مع الكفاءة كفاءة هذه البطارية. وكذلك الخاص بهذه البطارية. عكس البطارية العادية. فطريقة الحصول عليها كما قلنا ستشتري مثل هذه البطارية البطارية الحاسوب. ولفتح هذه البطارية بدون ان تقوم بكسرها او اي شيء. تقوم باخذ قليل من الجيبتير او يعني البنزين. وتقوم بتمريره في هذه الجوانب هكذا. وتترك لمدة يعني ساعة تقريبا او اقل. وستفتح معك بكل سهولة. لاحظ معي. حتى اني لا استعمل لا سكين ولا اي شيء. لاحظوا معي اخواني كلام. سيولة الفتح. لاحظوا معي. بطريقة سهلة جدا. وستستخرج منها هذه الخلايا. فكما تلاحظ اخي الكريم. لاحظ معي جودة البطارية. جودة صناع ماضين جابون. يعني اه صنع ياباني و اه يعني شركة الشركة اليابانية فهي معروفة بجودة صنع مثل هذه البطاريات. فهي تكون قوية مثل صوني و مثل صراحة هذه بطاريات قوية. سنقوم بتفكيك هذه البطاريات. ولكن الحضر ثم الحضر للتعامل مع هذه البطاريات. فهي تكون بطاريات يعني ليتيوم قوية. نقوم بتفكيكها بطريقة بسيطة نقوم بقطعة هذا السلك. يعني لفصل البوردة. وهكذا. نقوم ندرك هذه البوردة جانبا. لنحتاجها. كل ما نحتاجه والبطاريات. لاحظ معي ستة بطاريات بجودة عالية صراحة. نقوم بفتحهم. ونقوم بفحسهم ونتأكد من هي البطارية التالفة والبطارية التالفة والبطارية التالفة. لاحظ معي. استخرجنا البطارية الاولى. لاحظ معي. ليلة بطارية صراحة روحة. ستقوم بسناعة بها مثلا البطارية اتنى عشر فولت. نقوم باستخدام او احضار جهاز اهو متر ونقوم بفحس البطارية يعني نقوم بقياسها اذا كانت بطارية تالفة او شيء منها. لاحظ معي. تلاتة فاصيلة اربعة وعشرون فولت يعني تشغال هذه البطارية اخوانا كرم. نقوم بفحس البطارية الاخرى. نقوم بفحس البطارية الاخرى. لاحظوا معي. لازلت شغالة الحمد لله. سنقوم بتنظيفها جيدا. استخرجنا يعني بطارية وجدنا شغالة. وهكذا اخواني كرم. سنقوم بتفكيك هذه الاخرى. كل هذه البطارية فهي تكون اصلية. وكما قلنا بامبر عالي. لاحظ معي جودة تصنيع اخي اخي. نقوم باستخراج جميع البطارية ونقوم بتحصيهم. نقوم بقيس هذه البطارية. ايضا. السالب مع السالب. دائما السالب. مع السالب. ونقوم بقيس. شغالة تلاتة فولت. الاخرى كذلك. قوم بجريبتها ربما تكون. شغالة ايضا. اثنان فولت ولكن تحتاج فقط الى شحن. ونقوم. بتجريب هذه البطارية الاخيرة. الحمد لله جميع البطارية اخواني وجدنا شغالة بدون. يعني اي بطارية لازلت. يعني اي بطارية ليست تلفة هنا. فكل بطارية فهي شغال. اكيدا نتركهم جانبا. ونأتي الى البطارية الاخرى. البطارية الحافب اخرى. نصف دولار ايضا. لاحظوا معي. فهذه البطارية ايضا. لاحظوا معي اخواني كرام. بطارية. يعني اي الجي. من شركة اي الجي. لاحظوا معي جودة تصنع. ونقوم بتشكيكهم جميعا. اخواني الكرامة دي البطارية بعد ما قمنا باستخراجهم وقمت بتنظيفهم. ولاحظوا معي سنقوم بفحصهم. السالب مع السالب والموجاب مع الموجاب ونقوم بسال احضار او متر ونقوم بالقياس. لاحظوا معي. فلازال تضيير البطارية مشحونة اخواني كرام. رغم انها لم تشتغل مدة طويلة. لاحظوا معي. تانية شغالة. تالتة كذلك. كلها تلتة تلتة فصلة سبعة فولت يعني الفوط الخاص بها لازال هذه بطارية. يعني ضعيفة. لاحظوا معي. هذه بطارية فهي غير صالحة. نتركها جانبا. ونقوم بالفحص الاخرى. هذه كذلك. نقوم بفحص هذه الاخرى. هذه لازالت شغالة. ولذا اكد اكتر اخواني الكرام انا ساقوم باحضار هذا الشحين. فهو شحين غني عن تريف. فيعطيك لذا كانت البطارية شغالة املا. هذه البطارية التي قمنا بي يعني وجدنا غير شغالة. نقوم بجرباتها الموجب مع الموجب. فهو يشحن اربع بطارية. لاحظوا معي. نعم فقط يلزمها شحن. لانها لم تكن مشحنة فهي على ما اظل لازالت شغالة. مدم انها تشحن. تشحن فهي شغالة. واكد هذا الشاحن اخواني كرام فهو اه صراحة فعال. مكفاءة عالية. لا اخواني كرام. هذه البطارية فهي ليست شغالة. لاحظوا معي. وصلت اثنان فولت. واعطتني هنا يعني نهاية الشحن. ولا يجب هذه البطارية ان تكون بايتنا الفولت. يجب ان تحتوي عندما تقوم بشحنها بالكامل تعطيك اربعة فولت. يعني هذه البطارية تاليفة. ولاحظوا معي اذا قمنا بتجربة هذه البطارية اتنا تقوم بفحصها. ووجدنا شغالة. فلاحظوا معي. لاحظوا معي. هنا لتسري الشحن. الى الف. يعني الف. الف ملي امبر. لاحظوا معي. فهي تشحن. وكذلك الاخرى. وكذلك البطارية الاخرى الرابعة. يعني هذه البطارية وجدنا بها. البطارية حاسوب هذه وجدنا بها اربع بطارية شغالة. ان بقي البطارية الاخواني الكرام فهي كلها شغالة ستة بطارية شغالة. لاحظوا معي. فهذه البطارية فهي تشحن. ثلاثة فاصلة سبعة فولت. والشحن يعني الفولت يصعد. لاحظوا معي. فهنا ملي امبر يعني اه يعني الامبر الخاص بها. فهو عندما تشحن تعطيك قيمة الامبر الخاص بها. وكذا البطارية الاولى والثانية والثالثة والرابعة. ولمن اردها يعني اه لقد وضعت شرح اه لهذا الشحين. وعملتم مرجعة لهذا الشحين. اذا اردت ان تقوم بمشاهدة ذلك الفيديو سأترك لك ربطه اسفل الفيديو. فصراحة شحين فهو ينفع في عديد من الامر. فهو يشحن عديد من البطارية مثل البطارية واحد فصلة خمسة فولت وبطارية كذلك المتوسطة. عديد من البطارية. فهذا يعني يقوم بشحن جميع البطارية وعديك الامبر. والبطارية اذا كانت ضعيفة. اذا كانت يعني لا تشتغل ابدا فلا يتم قراءتها. يعني هذا الشحل لا يقرأ البطارية يعني الميتة. فلاحظوا معي. فبدأ الفولت يصعد اخوني كرام والامبر كذلك الخاص بهذه البطارية. فهذه اربعة بطارية تزالة شغالة. ونقوم بتجريب البطارية الاخرى. لاحظوا معي. هذه البطارية التي قمنا بفحصها وجدناها شغالة. لاحظوا معي ايضا. لاحظوا معي. تلاتة فاصلة ستة فولت. بيبدأ الفولت يصعد. واك. شحن صراحة هذا الشاحنة اخواني كرام فهو يشحن اربع بطارية دفعة واحدة في وقت قصير جدا. يعني ساعة واحدة تجد هذه البطارية يعني تشحن بالكامل. البطارية الاولى التانية والثالثة والربعة. لاحظوا معي. وتركه لمدة ساعة وتجديد يعني البطارية الجميعها كلها مشحونة. ويعني هذا البطارية فهي تنفعك في عديد من المشاريع مثل صنع بطارية اثنان عشرة فولت بامبر عادي وكذلك بآآ اذا اردت صنع بطارية اه ستة عشر فولت او اربعون اثنان واربعون فولت والعديد من المشاريع اخواني كرام لانها تبطارية اللي تيم فهي قوية تعتبر من افضل البطارية في الوقت الحالي. وكذلك اه اذا اردت ان تقوم برابط البطارية او صنع بطارية اثنان عشرة فولت ستجي جميع الروابط اسفل الفيديو. اذن كان هذا وشرحنه الى شرح قديم بحول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.